تقديراً لإنجازهم المشرف وتتويجهم بطلاً لكأس العالم العسكرية الثانية لكرة القدم والتي أقيمت على أرض السلطنة في الفترة من الخامس عشر وحتى الثامن والعشرين من يناير الجاري كرم معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني لاعبي منتخب عمان العسكري لكرة القدم وجهازيه الفني والإداري وقد أعرب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني عن سعادته بهذا الإنجاز الوطني المشرف وثمناً معاليه الجهود التي بذلها كافة القائمين على منتخب السلطنة العسكري واللجان المنظمة للبطولة ويأتي تكريم منتخب عمان العسكري لكرة القدم بجهازيه الفني والإداري بعد سلسلة عروضه الراقية من حيث المستوى القوي في الأداء خلال فعاليات هذه البطولة وما قدمه نجوم المنتخب العسكري من مهارات كروية عالية المستوى التي نتج عنها تحقيق السلطنة المركز الأول وكأس البطولة هذا فضلاً عن النجاحات والأدوار الرائدة التي قامت بها مختلف لجان المنظمة للبطولة والمنبثقة عن اللجنة الرئيسية المنظمة لبطولة كأس العالم العسكرية الثانية لكرة القدم